منذ إطلاقها بذلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجهودات جبارة من أجل إحداث وحدة للتعليم الأولي في المناطق القروية النائية لسيما في جماعة بوعنان إقليم في جيك وذلك بهدف أساسي تمثل في النهوض بالتعليم الأولي تتكلف المبادرة الوطنية للتعليم البشرية 20% من تعميم التعليم الأولي وخاصة بالعالم القروي بالنسبة لإقليم في جيك فقد تم برمجة ما مجموعه 81 79 مفعالة وجوج في طول الإنجاز بالنسبة للمخطط عامل سنة 2023 فقد تم برمجة 48 وحدة وهي الآن في طول إعطاء انطلاقة أشغال البناء بفضل خراط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبحت العزلة والنقل المدرسي ونقص الموارد البشرية وهي عوائق كانت تحول دون تمدرس الأطفال جزءا من الماضي بعدما مكنت من تعبئة الوسائل الكفيلة بتدارك التأخر المسجل في هذا المجال جاءت هذه المؤسسة بطرق وسائل جديدة ومتطورة من أجل تقديم الأنشطة داخل القسم وأيضا اعتمدت بضغوجي اللاعب من أجل تسهيل عملية تعلمية للأطفال داخل القسم نقوم بواحد الدور الذي هو مهم وهو أنه نقوم بتهيئ الأطفال المرحلة الإبتدائية إن شاء الله فرصة بالتعليم الأولي مجانا مثلا كل ما كيكونش عنده باش يخلص وذك شي وصراحة عجبتهم الأقسام الأركان الجهيزات كل شي يعني هو هادك من ناحية ديال البروغرام ديال القرية نتبارك لادرالي القرب فرنسية العربية وكان المستوى الأول ومستوى الثاني منها 4 سنة إلى 6 سنوات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببعنان جعلت من تعليم الفتيات أولوية من خلال التركيز على المناطق القروية وهو ما أعطى أكله مبكرا بحيث أضحى أزيد من 50% من تلاميذ الوسط القروي من الفتيات